بينما كان الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن يحتفي بنصره وينصح مواطنه بضرورة ارتداء القناع الواقي كان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يصف حساباته داخل إدارته بإقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر واستخلافه بكريستوف ميلر أحد المقربين له والمحصوب على الحزب الجمهوري خطوة اعتبرها الكثيرون وعلى رأسهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية على أنها زرع للفوضى دافعها الانتقام فالتاجر نيويوركي البراغماتي كان قد وعد قبيل إجراء الانتخابات بعدم تسليم السلطة وضمان الانتقال السلس الذي ينص عليه الدستور الأمريكي فترامب وحسب تغريدات على تويتر كان يعلم أن الانتخابات ستكون مزورة إن استعملت فيها طريقة احتساب الأصوات البريدية التي وصفها بغير القانونية ما دفعه يلجأ إلى أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة مشاككا في النظام الانتخابي المعتمد يومين فقط بعد إقرار وسائل الإعلام الأمريكية بفوز صاحق لجو بايدن يغرد ترامب خارج السرب عبر صفحته الرسمية بتويتر ويقول أنه حقق تقدما كبيرا سيخوله بالفوز فالنتائج النهائية لم تحسن بعد ما يعني أن ترامب لم يقر بالهزيمة النكراء التي مني بها في عدة ولايات أمريكية جمهورية الولاء إن حازت للديمقراطيين ما جعل البعض يتخوفون من هذا الانكار الذي ستكون عواقبه وخيمة خلال الشهرين القادمين على تسليم مقاليد الحكم للوافد الجديد جو بايدن عواقب قد تدفع الولايات المتحدة بأمور لا تحمد عقبها لعل أبرزها شن هجوم على إيران اعتراض ترامب وتشكيكه للنتائج لم يكن الأول في تاريخ البلاد بل كان قبله ستة رؤساء رفضوا ذلك لكنهم في الأخير أقروا بالهزيمة بخطاب رسمي أصبح عرفا متداولا في السنوات الأخيرة فهل سيخطو ترامب نهج من سبقوها أم أن للرجل حكاية أخرى تجعله ينفرد عن باقي رؤساء بلدي العم سام